ولنقاش ملف النفوذ المتزايد للميليشيات في الداخل وارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المواطنين ونعكسات ذلك على مصالح العراق باستهداف القوات الغربية ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام سيد عبدالقادر لا تزال تدعيات الهجمات على المصالح الغربية والأمريكية تتوالى مع توقعات لرد الإدارة الأمريكية عليها رغم أن هذا الرد لم يأتي بعد من المسؤول برأيك عن استمرار استهداف المصالح الأمريكية والغربية مع تزايد نفوذ الميليشيات بات واضحا أن في العراق بسبب السياسات الفاشلة للعملية السياسية وأحزابها والذين اكتسب ولائهم إلى الإيران أو إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى بأن يكون العراق مقرن لهذه الصراعات وبالتالي من يتحمل المسؤولية تلك الأطراف السياسية وميليشياتها وتحديدا ما يدري الآن هو صراع إيراني أمريكي على أرض العراق لذلك فإن إيران هي المستفيد الأول من هذا الصراع فبالتالي تدفع باتجاه استهداف المنشآت أو التواجد الغربي الموجود في العراق على حساب العراق من أجل تمرير مكاسبها ومصالحها فورقة الأمن الموجودة في العراق وفي دول أخرى ليس في العراق فقط هي التي تفاوف فيها الولايات المتحدة على حصارها وعلى ملفها النووي وبالتالي هي تحمل ورقة مهمة بأن أمان وجودكم يتعلق بالتعاون المستمر مع إيران وهذا أيضا ما تتحمله الإدارة الأمريكية قبيل احتلال العراق التي سمحت لإيران بالتواجد والتمدد وهي من الآن تدفع فاتورة الانتشار الإيراني في العراق وفي دول أخرى تحدث رئيس الحالي برهم صالحا قرار مرتقب بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق كيف يمكن تفسير تعاطي الميليشيات مع هذا القرار بعد قصف المقار والمصالح الأمريكية؟ هذه القرارات التي تتكلم بها أطراف العملية السياسية ومنها رئيس الجمهورية الحالي ما هي إلا حقيقة تكهنات من أجل كسب الوقت لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قرار برهم صالح لسحب قواتها من عدمها وهي تؤسس الناظر للقواعد الموجودة حاليا في العراق وفي سوريا أيضا لأنه بدأ من العراق يتم تأسيس قواعد عسكرية في سوريا ويؤكد على أن الولايات المتحدة ليس لها نية الرحيل بتصريحات برهم صالح ولا بأطراف العملية السياسية إنما ما يخدم مصالحها وهناك اشتباك دولي على عرض العراق اشتباك ما بين الصين وروسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من الحلفاء والموضوع الاقتصادي هو جوهر هذا الصراع لا سيما أنه طريق الحرير ولا سيما أن الحكومة ذهبت باتجاه الاتفاق أو أنها تعلن وتلوح بأنها ستوقع اتفاق ربط السكك الحديدي مع إيران الذي سيخدم الصين وطريقها الحريري اقتصاديا لذلك تصريحات برهم صالح ما هي إلا للتضليل وكسب الوقت لهذه الميليشيات ربما حتى يتم إقناعها بعدم قصف المقار الغربية لكن بالتأكيد ولا سلطة لديهم عليها فإن تعليماتهم تأتي من إيران ومن خلال إيران يتم تحديد ما يستمر القصف من عدمه بعد فتح الحكومة لمئات تحقيقات في هذه الانتهاكات إلى أي مدى تجرى تحقيقات فعلية وتتوصل لنتائج ملموسة يعاقب مرتكبوها لاحقا النتائج ملموسة ومعلومة إذا كان الشعب العراقي يعلم لأن هؤلاء إلى الآن يمتلكون خطوات بدائية من خلال نقل الصواريخ ومن خلال الكشف عن سياراتهم داخل المناطق والأحياء السكنية وبالتالي هم معلومين ليس مجهولين وفضلا على أن هناك رصد كبير للكاميرات المراقبة وغيرها فالحكومة تعلم لأن الشعب المواطن البسيط يعلم الأسماء والجهات من حد الأفراد العاديين الذين يتم تنفيذ بهم هكذا قصف معروفين لذلك الحكومة لديها معلومة واضحة لكن الحكومة متواطئة معهم لأن جزء كبير من تركيبة السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية هي من هذه الميليشيات وقد رأيتهم الصراع الذي حدث قبيل نقل 150 منتسف في المخابرات إلى مناطق أخرى بينه وبين الميليشيات والتصريحات التي اتهمته بأنه يدار من دول أخرى هذه حقيقة يعكس حقيقة الصراع الداخلي وحقيقة تغلغل هذه الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية لذلك لا وجود لنتائج أصلا من التحقيقات لأنهم لا يجرؤون على تنفيذ هذه التحقيقات أو القبض على فاعلها ولذلك رأيتم عندما تم القبض على منفذ هجمات أربيل من ميليشيات سيد الشهداء تم وضعه أمام التهم والاعترافات التي أدلى بها رأيتم ردة فعل الميليشيات على أربيل بطريقة واضحة إذن لا يوجد لك نوايا صادقة من السلطات الحكومية لا للقبض ولا للكشف ولا للإفصاح الرأي العام عن المعلومات التي يمتلكونها لهؤلاء المجرمين من الميليشيات الذين يقتلون العراقيين فهم لم يفصحوا عن قتلة العراقيين والمتظاهرين حتى يفصحون عن الذين يمارسون القصف على المنشآت الغربية أو على القواعد القدر ما مدى تغير الموقف الأمريكي بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض وإعلانه تصدي لإيران وأذرعها يعني جو بايدن لن يخرج عن الدولة العميقة للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها سواء كانوا ديمقراطيا أو جمهوريا وبالتالي مسألة مواجهة إيران هي أمر حتمي لأن هناك نزاع على المصالح ولأن إيران اتخذت الجانب والمحور الاشتراكي مع الصين وروسيا ولأن ما يدار الآن داخل إيران من تقوية أذرعها هي لمؤسسات صينية سواء في إيران أو في إدارة الميليشيات من ألاسهم المعلوماتية والمخابراتية لذلك عندما يتم المواجهة فإنما يواجه إيران لهذا السبب سبب النفوذ وسبب أنها تعمل على إضرار المصالح الأمريكية والاقتصادية فلذلك جو بايدن لن يخرج عن المساقات الأمريكية التي تفضي إلى تقديم المصلحة الأمريكية على كل الأمور الأخرى لذلك هو سيضطر للمواجهة ولتقليم الأظافر لكن هو يذهب إلى التسويات يعني هو يريد إقناع على سبيل المثال الإيرانيين بسحب ميليشيات فاطميون من سوريا وزجها بالجيش الأفغاني لمقاتلة طالبان هو يلعب هكذا من أجل تسويات ومقاربات في العراق وفي مناطق أخرى لكن هذه القضية لن تنجح معها وبالتالي سيضطرون للمواجهة الفعلية لكن للأسف الشديد ستكون على الأراضي العراقية على الأراضي السورية المتضرر الشعب العراقي نعم من هذه المناكفات وإلا كان الحل الأمثل هو الاستجابة لمطالب الشعوب التي هي يمكن لنفسها أن تبني سيادة وأن تبعد جميع هذه الصراعات ومنها النفوذ الإيراني داخل دولها والعراق في مقدمتهم لأنه يمتلك الخارطة الأساسية بهذا الإطار شكرا جزيلا لك الكاتبة المحلل السياسي عبدالقادر نايل كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان